في ظل النشاطات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مدينة البيضة قام جهاز فرع مكافحة المخدرات الجبل الأخضر والعديد من الأجهزة الأمنية بالقبض على كمية كبيرة من نوع جديد من الحبوب المهلوسة باسم تيموال XL حيث وجد هذا النوع من الحبوب في وكرم في المدينة يحتوي على كميات هائلة تحتوي حوالي 5200 حبة يتجر به أحد الأشخاص لشباب المدينة حيث يبيع الحبة بسعر حوالي 4 دينار أو أكثر كما قال لنا الرائد جلال صلح عبد السميع قضية حبوب مخدر نوعية جديدة تسمى التيمو دخلا للسوق جديد وتمت ورد معلومات بنا فيه أحد الأشخاص يقوم بالاتجار بها وبتم على هذا النحو فتح محضر وانتقال مجموعة التحري والقبض ومداهمة هذا الوكر حيث تم وجود كمية هائلة تقدر بحوالي 5250 حبة نوع تيمو هذه نوع نوعية نحتبرها دخلا جديدة على السوق نوع لأول مرة يتم القبض عليها وهي تسمى بالتيمو الاسم الحركة بتاعها ما بين المطاعات والتاجر والتيمو إكس لارج وهذه نوعية الحبوبة تسبب في انفصال كامل في ذهن الشخص لما يتعاطى منها حيكون في غير وعي حيقوم بجميع بأي ممارسة عدوانية حبوب تيمو إكس للا تختلف عن سابقاتها من حبوب الهلوسة الخطيرة المتداولة في الشارع الليبي كالترامدول والفراولة والأرتان وغيرها حيث أنها تسبب في أضرار جامحة للمتعاطي مع أسرته بالدرجة الأولى والمجتمع أكمل نؤكد أن الحبوب المهلوسة هي خطر حقيقي بحاجة إلى دراسة ومواجهة حاسمة وسريعة في نفس الوقت حيث أن انتشارها كثيل وحده بأن يقضي على بنية أي مجتمع إنساني ويجب أن نجعل من هدف مجابهة المهلوسات غاية سامية تهدف إلى تحقيق أقصى درجة النجاح في مواجهتها حمز الغويل لقناة ليبيا الحادث ترجمة نانسي قنقر